شعبية قديش دبكي مرتبطة بعاداتنا وتقاليدنا هي ما بقيش يعني في عاداتنا وتقاليدنا غير الدبكي اليوم يعني حتى اللبس الزي الشعبي اليوم قليل جدا يعني الحطة والعكال يعني راحت مضيطة مع انه لازم تكون يعني هي يعني خلينا تدريجيا نبرمج الامور يعني شو هي هدف الحطة والعكال الهدف حطة والعكال انه هي كانت العرب تلبس الحطة لحالها في يوم ما وضعوا العكال هي يوم ما كانت سكوط الأندلس فكان الحداد على الأندلس بوجود السواد على البياض فاستمرت هاي انه احنا نعتز بهذا الموقف فكان تاج الرجولي بهذا الموقف بالنسبة للدبكي يعني كل اشي راح مظلش غير الدبكي صلنا نحافظ عليها بيننا وبين لعبين اليرغول لانه هي الاشي الوحيد اللي قدرنا انه نحافظ عليه لانه بين الست وثلاثين لحد ديت الثماني واربعين صار هون التقلبات بفلسطين الناس بعدت عن التراث وبعدت عن الثقافي التشتت كل الأمور هاي لحد ديت اول آخر السبعينات في الثمانينات اجا استاذ قررت عنه كثير يعني اسمه صليبة توطح فهو وضع الأسس ورجع الأسس للدبكي وعمل فرق في بيرزيت في عدة محلات في أسس متينة على استمرارية طبعا وبدت من هذا الوقت من بداية الثمانينات او اواخر السبعينات الفرق الدبكي تشيع وتحافظ على قيمها وعلى مبادئها حتى رجعت واليوم موجودة بكثافة الدبكة الفلسطينية اللي هي طراث وما زلنا محافظين على هذا الطراث حيلو بكمان فرقة الخيالة اللي حضرتك بتقودها حديثنا اكتر عن مشاريعها عن عضاد افرادها نعم فرقة الخيالة أنا كنت في بداية حياتي عندي شحنة قوية من الطاقة والعدو كنت أسرع طالب في المدرسي فكونت لما أنزل على السباقات كان نقوله نزلت الخيل على المدان فمن هذا المطلق لما بخلص مدرسي الواحد بصور يتوجه لعدة توجهات اللي هي الظل الثقة اللي موجودة بنفسه فأنا شفت إنه الدبكة هي الاتجاه تاعي فكونت مارك أنا والوالد وكانت في النادي في إحدى الموادي فرقة الدبكة تتضرب فحكيت له بدي أفوت أنا أنتمي لهذه الفرقة فتت عند مدير الفرقة وقبلني أول تمرين فتت ما أعجبني ليش الشحن اللي موجودة بالداخلي الثقافي الإشي اللي أنا بني أزيد وأسمى من الموجود فبديت أنا مني لحالة من جيل صغير يعني بديت أبني فرقة أولاد عمي جمعتني أولاد عمي أصدقائي في هذا الحكي في الثبانية وثمانين ظلينا مستمرين مع الفرقة وأخذت مراتب متقدمة وطلعنا وميزنا الطراط هذا لحد ديت الأربعة وتسعين والخمس وتسعين كانت فرقة الفردوس فبعدها لعدة شغلات يعني أنه فيش دعم فيش أمور فيش تمسك لهاي الإشياء طبعا مع الوقت أكثر تقدم وتطور ورجعت الناس رجعت الناس لحبها للتقل نعم صورت لأنا أدرب فرق متدالية لحد دت موصلة لفرقة الخيالي اليوم عندي أنا فرقة الخيالي اللي هي عمليا أنا ميزتها للإعراس في العراضة التعاقل السورية ليش صلنا يعني متابعين لأنه فرق دبكة ما في بدها مؤسسة اللي تمسكها زي ما لازم فإحنا بنستنى على أساس أنه تكون مؤسسة معينة أنه نبدأ أتمنى أن تكون فرقة شاملة من كل البلاد اللي تميز هاي البلاد ويكون لإلها دور فعال بالمجتمع الفلسطيني الجانب اليرغول والجانب الناي فيه كمان استعمال جدا مهم للطبل في كل الفن والغناء الشعبي حدثنا عن هذا الموضوع الطبل من أقدم آلات موسيقية موجودة في التاريخ الطبل عرف الطبل قبل ستة لاف سنة قبل الملياد عن طريق السامريين والبابليين والفراعنة كان الطبل موجود في بيوت الكهنة لهم طقوس معينة اللي يساوها بالطبل فاستدرج هذا الاشي لحديث ما أجا عهد المماليك كانوا خلال ما الملك يعني ينشر أيات إعلان أو أيات خبر أو أيات قضية معينة من خلال اللي يدكوا على الطبل يصولوا ويجولوا بين الشوارع والكرة والبلدان على أساس إنه يكونوا إنه الملك قرر هذا القرار فاستدرج هذا الاشي خلينا بصورة أسرع نيجي لحديث ما وصل لطريقة من الطرق الدينية الصوفية استعملوا الطبل والصاجات اللي هي الطريقة الديجنية كانوا الديجنية أنا حضرت هذا الاشي كان عندنا حياتي الشغنيم يستعمل هاي الأمور كانوا خلال ما تطلع الجنائز يدكوا العدة يقولوا يطلعوا الطبولة والصجاة ويرفعوا الأعلام الخضرة سجل عليها لا إله إلا الله ويمشوا مع الجنازة مع دك العدي يقولوا فاستمرت هاي لحد ما أجد الرمضانيات كانوا في رمضان يدكوا يعني المصحرات كان على الطبل كان في ليلة 27 كان إشي اسمه التوحيش يعني يوحشوا يطلعوا مجموعة كبيرة يقعدوا يوحشوا في الطبولة ويرددوا يعني أغاني إنه هاي ليلة القدر أول ليالي من ليالي القدر كانت تستمر لحديث ليالي العيد فاستمرت هذا الإشي لحديث فلسطين كانوا خلال ما يكون إنسان متغرب أو طالع من السجن يحملوا الشباب على كتافهم وبطبولة قدامهم ويصوروا يغنولوا إنه مهما ما أنت كنت بعيد إحنا كنا مغطيين الفجوة اللي أنت كنت متركها وراك اللي هي النخوة العرب على أهل بيته فصار الطبل إحنا أخذناه من الشباش اللي هو دك الطبول ناكوس الخطر أو ناكوس الحرب كان يدك الطبول يوم ما يكون الحرب فنكلناه من إلى الأفراح يعني أخذنا هذا من التوحيش وليلة القدر وليلة فيتميز بمناطق السورية فبدأ يستدرج لعنا بشيء طيب وشيء جميل المرافق بالحفلات اللي يعطي صورة جميلة ويعطي شوية حماس بين الشباب يعني جميل جداً كل هاي الحديث عن الطراث وعن ارتباطها في ثقافتنا وفي حياتنا بدأ أشكر جداً تواجدكو حضوركو بس قبل أنا بدي أسمع كمان يرغول لأنه يعني العزف بجنن وصوتاً يرغول بخدنا لعوالم ساحري فضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر